السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا والإله الحمد والمنا منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لأتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد إن شاء الله تلاقي نصيحة مخلصة ومفيدة وعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر سائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في صور معنا في الحلقة دي لو في ممكن نعرضهم إذا كانوا جاهزين إذا كانت الصور جاهزة ممكن نعرضها الحلقات السابقة وكلمت حضراتكم على التأثيرات السلبية لبودرة التلك واستخدامها داخل الجراحة وداخل بطن العينين وعلى القفزات الجراحية والتأثيرات بتاعة البودرة دي وقلت لحضراتكم إن في شركة شهيرة لتصنيع بودرة التلك حكم عليها بغرامات شديدة وإن الغرامات دي وصلت إلى مليين الدولارات لتأثيرات السلبية لبودرة التلك والاحتواءها على عناصر مؤثرة تمام الصور بقى حوريها لحضراتكم لا مش الصورة دي يا جماعة دي في صور تانية تمام دي صورة ايه قلنا كان الدكاترة لا مش دول دول بتوع الحلقات السابقة يا جماعة تمام الدكاترة في صور تانية بتاعة صورة علبة البودرة نفسها إذا كانت موجودة يبقى نعرضهم الدكاترة عشان يستخدموا القفزات الجراحية دي بيلبسوها بهذه الطريقة اللي احنا ورناها لحضراتكم والطريقة دي كانت بتستدعي ان في كمية كبيرة من البودرة تبقى داخل بطن المريضة وده بيؤثر بالسلب على فرص حدوث التساقات وقلت لحضراتكم كمان ان البودرة دي وضعها على منطقة المهبل وبين الفخزين اللي يعني بتستخدمها السيدات المصريات الكتير جدا دي يعني بتؤدي الى ان البودرة دي توصل الى التجويف البريطوني وده حاجة من الحاجات اللي بتؤثر بالسلب وبتزيد من فرص حدوث اورام غير حميدة في تجويف البطن وخاصة على المبيضين للسيدات والكلام ده مثبت يقينا يعني ستوهي في عمر عشرين تلاتين سنة تستخدم بودرة تلك علشان تقليل الاحتكاك بين الفخزين نتيجة لامتلاء هذه المنطقة في السيدات العربيات عموما والمصريات خصوصا ده يؤدي الى ان ذرات من بودرة التلك بما تحوي من مادة الاسبستوس اللي كل مرة يثبته وجودها في عبوات من هذه الشركات والشركة تؤكد وتنفي وجودها وتقول لا ما بنستخدمهاش هذه المادة اذا وصلت الى تجويف البريتون والست استخدمت ده وهي عشرين ثلاثين سنة فهذا يؤدي الى زيادة في نسبة إصابتها بسرطان المبيض وهي سنها ستين سبعين سنة طبعا هتكون وقتها نسيت ده ونسيت استخدامه ونسيت هذا التأثير السلبي لكن ده دايما موجود ودايما بيحدث اذا كان الصور هتبقى جاهزة نعرضها اذا ما كانش كالعادة هنعرضها الحلقة القادمة طيب نستري في استقبال الاتصالات معانا دعائة فضلي السلام عليكم وعليكم السلام انا يا دكتور ليط الفترة مدهز مع حضرتك فضلي انا اتباكش في حالي كنت مخلفة من حوالي ثمان سوال رتبت لولة سنتين وبعد كده بطلت اللون وما حصلش لحمل لفترة سنة فبدأت اكشف اتشفت كل تكاترة في بلدنا محدش اقلي تحليل ولا اي حاجة كله بيجيه منشطات حصلش حمل للمده سنة ومص رفت الدكتور فروتي اسم الدكتور روا طلب مني اول حاجة اللي اعمل تحليل شاملة انا وجود كل حاجة طيب ثانية واحدة حضرتك لما روحتي لطبيب تأخر حمل سمعتي كلام مختلف الدكترة اللي في بلدنا ما كلهم كاتبين يا دكتور على اللي يفض بتاعتهم دكتور نسا وتوليد وتأخر حمل ايوة بس مش تخصصهم تأخر حمل حضرتك لما دخلت عيادة الدكتور ده لقيت معظم السيدات اللي موجودات دول عيانين عندهم تأخر حمل نمرة اتنين اللي لقتيهم حوامل في العيادة دي حتلاقيهم حمله بعد علاج من هذا الدكتور فحضرتك ساعتها تدركي انك عند دكتور تأخر حمل اما كمان باخد منشطات 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 من غير ما حد يعمل لي تحليل ولا يطلب مني انا ولا جوزي تحليل ده مسموش تطلب من اساسه نمرة ثلاثة بس عشان اسيبك تكملي الولادة الاولى كانت ولادة طبيعية ولا بقيسرية لا كانت طبيعية تمام تفضلي دكتور تأخر الحمل ليهم منهج مختلف في التعامل وهو لازم يسألك لكن انت الدكتور اللي حداكم اللي في بلدكم اللي تروحي له انت حلوة انت ما عندكيش مانع ده انت كويسة وزي الفل ده انت حتجيل الشهر الجاي حامل ده اللي زيك دول هيحمله في توقم ده توقم ان شاء الله ده حضاري اسامي العيال من دلوقتي مش سمعت الكلام ده كله اه الكلام ده كله انا مؤخزة مش عايزة اعلق اللفظ ايه يعني المهم الدكتور طلب منك تحاليل انت وزوجك ثم عملت التحاليل كلها انا وجوزي بما فيهم هرمون المضيض واللبق وكل شي الدكتور شابه قال لي كل التحاليل بتاعك انت وجوزك كويسة جدا الحمد لله فإحنا الخطوة اللي هنكتديه انا معداش هنكتدي علاج قدام كل حاجة كويسة هنجمل منزار تمام لان اللي عنده حضرتك ده مظبوط بس خلينا نشرح الحاجات الكويسة كده نبينها للناس لما دكتور عمل تحاليل وفحوصات والست دي مر عليها سنتين او اكتر من غير حدوث حمل وكل التحاليل والفحوصات طبيعية بقى اسمه ده تأخر حمل مجهول السبب واحد من الطرق للتعامل مع هذه الحالة خاصة اذا كانت استنفذة علاجات وتنشيط ان تعمل لها منزار لان المنزار يظهر ما لا يظهره غير المنزار وهو تشخيص جيد وعمل تشخيصي جيد في حالات تأخر حمل وجهول السبب عملت المنزار؟ لا لا فنظرا لان الان كانت تشخيصة غالية عليا انا فكرت اعمل منزار برضو بس عنده دكتور يعني في نفس يعني برضو تأخر احمد حمل بس مش الدكتور اللي رسخه عشان تكليده كنت احكي عليها سواء فلما رسله الدكتور ده قال لي هو بيعمل منزره وحقنه مجهري في المدد السعب قال لي احنا نعمل لشعب السبب عملنا اشعب السبب عدى ستة شهور ما حطلت في حمل اي انا قلت منه انا قلت منه عشان تطلقين منزار ان انا اعمل منزار هو قال لي كده باللغة انت بالوقت مولد في قيصري البطن يبتج وفيتها ما اتفضحت شي ايو يا فنم حيجر في ناحية الحقن المجريب لا هو ما جرانيش ناحية الحقن انا برضو مش هو ده انا برضو عايزة عشان ما اعملش الحقن وقول لي يا ربني كنت اعملك النزار وقال لي كده انت صمت على الانابيب بالاشعب السبب انت كده مش محسن منزار انا ممكن اعملونك عندي انا بعمل عادي ما ما يا سيدتي حضرتك الكلام اللي بتقولي ده انا مش هسيبه يمر حضرتك حايزة تفسري للناس وده بيشرح لك اكن المنزار هو بديل الاشعب السبب الاشعب السبب بتبين الانابيب المنزار بيظهر البطن والحوض والانابيب وتجويف الحوض والمبيضين والرحم فشتان ما بين الاشعب السبب والمنزار والاشعب السبب لا تغني عن المنزار والاشعب السبب ليست بديل على المنزار والاشعب السبب لما تبقى طبيعية بيتستدعي اكتر عمل منزار اه ماشي طب هو بقى تحملي انما ده ادم مولدت ما حاولتش عمليات ومقول لنا بيتستدعيش عايزة فانا تجهت الدكتور تاني ادم ده قال لي كده وما حصلش حامل شبته دكتور تاني فرق دكتور تاني قال لي لا تعملي منزار فتطرق دي تعمل منزار الدكتور حاصل عملي ما جاش فتطريت اروش لدكتور بقى لدكتورة تاني الدكتور ايش لي عاجل تيمكن تعملي منزار فعلشان تختطر الوقت تعملي الحق طيب اجل تمسى حضرتك وانت بتقول له واحدة عمل في الحق انه ما تتعشي انا مفروض كنت اعمل منزار الاول فلاني انا عايز دلوقتي مش عارف انا اعمل منزار ولا او قد تجي للحق ولا انا سبسأل الدكتور انا اعملي طيب حضر هو فاندم احنا قلنا ان حالة حضرتك ده تأخر حملة مجهول السبب عمل حقن المجاري في حالات تأخر حملة مجهول السبب وارد وارد وده واحد من الحلول واحد من طرق التعاملات حالات تأخر حملة مجهول السبب يعني السبت عد عليها سنتين او اكتر بيقولوا 30 او اكتر لو سنها صغير سنتين او اكتر لو سنها 30-32 فيما فوق من عدم حدوث حمل دون سبب واضح استنفذت فيهم الخطوات التشخيصية البسيطة يعني عملت هي تحليل وجزها عمل تحليل هي الهرمونات تتبع الطبويد حدبنا اوقات للجماع عدة مرات ولم يحدث خدت تنشيط بسيط للطبويد ما بين 3-6 شهور ولم يحدث عملت اشعب السبغة ولم يحدث انتظرت بعدها 3 شهور ولم يحدث كده دخلت تحت مظلت ان ده تأخر حمل مجهول السبب اللي عندهم تأخر حمل مجهول السبب فيه طريقتين للتعامل معاهم سنها صغير ومدة تأخر الحمل مش كبيرة ومبيضها كويس نقوم نقول نعمل منظار عشان يبان ايه مانع الحمل للدكتور اللي قال لحضرتك الانبيب كويسة وليله ان فيه مرض اسمه البطانة المهاجرة هذا لا يظهر الا بالمنظار وهو يمنع الحمل لسنوات ولا يستطيع اكتشاف ولا المنظار وان فيه مرض تاني اسمه التهاب الحض المزمن وان فيه حاجة تالتة اسمها التهاب بميكروب الكلميديا وان كل دول لا يظهرهم الا المنظار واذا عملنا المنظار هو عمل تشخيصي يعني حنشوف حضرتك عندك ايه المانع فاذا شخصنا زال العجب وابتدينا نعالج على اساس لكن ليس بالضرورة ان يحدث حمل في خمسين في المية حيحدث حمل وخمسين في المية لن يحدث واللي ما يحصل لهمش حمل يبقوا يروحوا يعملوا حقن مجهري لكن عمل الحقن المجهري مباشرة برضو اسلوب متعارف عليه في الستات اللي عندهم تأخر حمل مجهول السبب لكن دي فكرة ودي فكرة ده توجه وده توجه المنظار للتشخيص والحقن المجهري لمحاولة احداث الحمل قفزا فوق اي الاسباب وحضرتك قلتي معايش فلوس وامكانيات ان انا اعمل منظار وبالتالي الحقن المجهري اللي مضروب في ثمن المنظار 3 اربع مرات اكيد مش هتبقى فيه امكانية وبالتالي في حالة حضرتك الكفة الارجح حول الجوء المنظار وان كان عمل حقن المجهري ليس ممنوعا وليس خطأا في التعامل مع مثل هذه الحالة معنا اتصل تليفوني اخر سالو ايوه لو صحت يا دكتور انا متجوزة وعندي بنت عندها 30 وست وصلت منع الحمل بقالي فترة وبعدين رحت لدكتور عشان اتابع اشوف عندي مشكلة ولا لا فقالي ان انا عندي كيس على النظر بيض اليمين تمام اتنين ونصف سنتيش اتنين ونصف نوعه ايه ما ما عارف صلى الله طب افندم احنا مش هنقدر نفيد حضرتك كتير طالما مش عارفين نوعه لان الاكياس انواع حضرك هتسأليني هتقوم يسأليني على طول هو الكيس ده يمنح حمل هو الكيس ده لازم يتشال هو الكيس ده سببه ايه هو جالي ليه هو حيرجع بعد ما شيره ولا لا اللي اتقلت ليه ناقصة قاصرة تمام فاحنا لازم نبقى عارفين نوع الكيس وحجمه حضرك قلتلنا حجمه وده شيء جميل نوعه ايه بقى تمام هي لسه معنا طيب ومش بس عايزين نعرف نوع عايزين نعرف رأي الدكتور ايه في الكيس ده هو يمنع ولا لا هو قال ايه دي المعلومات اللي لازم نحصل عليها نمرة ثلاثة تحاليل حضرتك ايه وزا ما كانش يتعامل تحاليل ليبقى زي ما بنقول كل مرة هذا ليس طبا وهذا ليس تعامل مع حالة تأخر حمل شفتي المتصر اللي قبل حضرك تقول قعدت في بلدنا اخد منشطات سنين لحد ما روحت الدكتور تأخر حمل اما يلي لا ده الكلام ده ما ينفعش تعالي انتي وجوزك لازم يتعامل لك تحليل شاملة لازم يبقى فيه تقييم جيد للحالة شغلانتنا شغلان التأخر الحمل هي شغلان التحاليل هي طب مبني على الدليل لازم يبقى فيه إثبات لازم يبقى فيه ورق لازم يبقى فيه أرقام لازم يبقى فيه تحليل علشان نقول بالدليل إيه السبب في هذه المشكلة معنا اتصل تليفوني آخر تفضله أنا سمحت بس حضرك تفضلي أيوة فند من حضرك تتكلمي لو سمحت يبقى أنا كنت عن حجمي مش هيا بس والبعض نزل بعدها بش يمكن يدام فأنا عايزة أعرف بس يعني التفاصيل على الحجم المشهري ويعني أقعد وفي حسير بيقول إقعد في حسير حد باختوش فيما يخصه لا اللي بيقولوا لك رجودي عسير التسعة تشهر ما يخلصوا دول الستات في بلدكم الستات حداكم ودول كلامهم يلقى إلى قارعة الطريق تمام مش عايزة أقول لحاجة تانية يعني أيوة هو لو دم بينزل حضرك تلتزم الراح طب ما يا دكتور ما نقول لها تريح عشان ما ينزلش لا هي لما تريح ده مش سبب إن الدم ما ينزلش هو حضرتك عاملة حقن مجهري ثانية بس ثانية واحد حملتي حصل حمل أنت حامل أيوة عظيم حضرتك تروحي تعملي اختبار حمل رقمي في الدم وصنار مهبلي ثواني يا فندم لما خلصهم عند طبيب وتكرارهم بعد عدة أيام عملتي بقى الاختبار الحمل الرقمي أيوة دكتور عملتي وطلع 1240 وده بعد كم يوم من نقل الأجنة مش سامع عند اللحظة المهمة الصوت انقطع فمش حقدر أجيب بعد 15 يوم يا دكتور بعد 15 يوم وكررتي تاني نعم كررتي تاني لا عظيم حضرتك بقى لو سمعتي الإجابة بتاعتي عظيم حضرتك لو سمعتيني لقلت إن أنا ثلاث خطوات أقولهم تاني عمل اختبار حمل رقمي في الدم عمل صنار مهبلي عند طبيب جيد تمام؟ متخصص وتكرار نفس الخطوات بعد عدة أيام يعني الدم دي إيه بنا؟ أنا أعرف منين الدم ده سببه إيه؟ أعرف منين وأنا هنا بالتلفزيون لا قدامي البنورة المصحورة ولا شفت من يرى حضرتك بالصونار هو الذي يجيب شرط أن يكون طبيب جيد متخصص يقول الحقيقة وكلام علمي ومستند إلى تحليل حمل رقمي في الدم التمئنان على جودة الحمل خاصة في أوله بثلاث خطوات خطوة واحد عمل اختبار حمل رقمي خطوة اثنين عمل صنار مهبلي خطوة تلاتة عند طبيب جيد مشهود له بالكفاءة وأنه يقول الحقيقة تمام؟ خطوة اربعة تكرار نفس الثلاث خطوات دول بعد عدة أيام ثلاث أربعة أيام أسبوع كل حالة وعلى حسب مستوى هورمون الحمل كان إيه؟ وكمية الدم اللي نازل إيه؟ ونزول الدم معناه إن فيه شيء مقلق لكن ليس بالضرورة معناه إن الحمل ده مهدد أو حينتهي أما الكلام المتداول من إن اللي حملت بحقن مجهري دي تلزم الراحة تسع شهور وحطي ترقود في السريل تسع شهور هذا كلام وهمي والحقن المجهري هو أسلوب لأن السيدة تحمل فمتى حملت السيدة فزيها زي أي ست حامل لكن احنا هنتبع الحمل بتاعها باهتمام أكتر لأنه حمل عزيز وغالي وحنولدها غالباً بولادة قيصرية لأن ده حمل عزيز وغالي لكن الحمل بتاعها ونشاطاتها الحياتية مايفرقش عن أي واحدة الست حامل وقلنا قبل كده وأكدنا إن التزام الراحة التامة والقعاد في السريل تسع شهور وخاصة في اللي عمليه الحقن المجهري بيزيد نسب حدوث مشاكل في الحمل وأقلها جلطات الساقين والمراكز اللي بتاعمل حقن المجهري بتقول للست لو سمحته قللي وما بتقولش منعي قللي الحركة والمجهود العنيف مجهود العنيف أيه؟ يعني ما تطلعيش تنطي من على السرير إلى الأرض ما تنطيش السلم خطوتين في خطوة لكن ما حدش قال ما تطلعيش السلم ما حدش قال اللي عمليه حقن مجهري جزها حيدلدل السبت ويشدها كل يوم ولا حتبقى تروح تشتري شقة في الدور الأرضي عشان ما تطلعش ولا سلمة لحصل إحنا ساكنين في الدور التالت يا دكتور وحتطلع كم مرة وحتطلع إزاي والطلوع ده هيأثر على الحمل وإنها تجيلكوا المركز هنا تيجي إزاي ده عشان تيجي المركز بتركب مواصلتين وبتركب توكتوك وإحنا عندنا المطباط وإنت عارف التوكتوك بيعمل إيه وعارف التوكتوك واللي بيحصل فيه ومن بعدين بتركب ميكروباس وبعدين بتركب المترو عشان تجيلكم المركز ولا تعمل سونار مهبلي كل ده لا تأثير له على الحمل إلا حملها طبيعي طبعا النزل عليها دم دي حملها مهدد فتلتزم الراحة طب يا دكتور ما نريح من الأساس عشان الدم ما ينزلش لا الراحة ليست مانعا لنزول الدم لكن إذا نزل الدم من التزم الراحة ليساعد على سرعة انتهاءه معانا اتصال تليفوني آخر الحمل ليس مرض وليس يستدعي التزام الراحة التامة في السرير أنا بحاول أتكلم عشان أغطي على صوت التلفزيون اللي عند حضرتك لحد ما حضرتك تقفل التلفزيون وتسمعينا فقط من التلفزيون يا إما حيحدث خلل فني سيؤدي لانقطاع الاتصالك بعد سوال تفضلي لو سمعت يا دكتور أنا كنت حامل من أربع شهور وصقا ودلوقت أنا من أسبوع كده وكنت عملت اختبار حاملة وطلعت حاملة تاني أيضا فالنهاردة الصبح كده قمت من النوم اللي إت فيه دم وجني ينزل علي عظيم حضرتك اللي حصل لها حاملة قبل كده وانتهى بإجهاض أكيد لما هيحصل حاملة تاني هتبقى قلانة عليه ونفسها تتطمن أنه ماشي كويس أكيد صح؟ أه طيب واللي عايزة بقى تتطمن أنها ماشي كويس ده حضرتك لما عرفت أنك حامل رحت لدكتور ولا قالولك أعود في البيت استاني شوية رحت للدكتورة أه لا رحت للدكتورة وقدتني الحقن بتاعت السيولة وهو حد قال لحضرتك أن حقن السيولة دي تمنع الإجهاضات في الشهور الأولى طب هو حد عمل تحليل لعوامل التجلط طب حد عمل سونار طب حد عمل اختبار حمل رقمي في الدم طيب عموما عشان نتطمن على حمل النكويس أهم اختبار حمل رقمي في الدم سونار مهبلي عند طبيب جيد موفوق فيه ومشهود له بالكفاءة وأنه يقول الحقيقة وكلام علمي ثم تكرر نفس الثلاث خطوات دول بعد عدة أيام وهذا ما يجب على حضرتك الالتزام به وأدوية السيولة وحقن السيولة لا تضر على الإطلاق لكنها لا تفيد مطلقا في حالات الإجهاض المبكر في الأسابيع الأولى من الحمل حيث أن هذه الإجهاضات معظمها إن لم يكن كلها سبب سوء جودة البويضة التي خصبت وسوء الحالة الجنينية بناء عليه معنا اتصال تليفوني آخر اتفضل يا حسناء سلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بص يا دكتور حضرتك أنا عندي 26 سنة ومتجوزة ليها 3 شهور كويس رحت كانت الدورة بتجيني بألم فظيل رحت عند الدكتور نسا وتخصص منازل زي حضرتك كده قال لي عندك كيف مية حجم وخمسة سنتي عن نبيا دليمين أي رح أقولت له يا دكتور طب دايبنا الحمل قال لي قدامك 6 شهور لو بعد 6 شهور ما حصلش حمل حنشيل الكيس ده حضرتك ما جاوبتيش على السؤال بصي كده حضرتك سألت سؤال السؤال ده ما تجاوبش عليه شوف السؤال نعم السؤال الكيس ده يمنع حمل الإجابة على هذا السؤال آه يمنع لا ما يمنعش حضرتك قلتلي كده أنا سألت سؤال الكيس ده يمنع حمل الإجابة كانت عليه مضللة تماما حنستنى 6 شهور طب يا دكتور هو يمنع حمل فإذا كان يمنع يبقى حننتظر ليه طب وزا كان ما يمنعش يبقى هنشيله ليه؟ مش صح مش ده الأسئلة اللي لازم تسقل ما أنا سألته؟ أيوة ما حضرك سألتك هل الإجابة دي؟ هل الإجابة اللي حضرك حصلتي عليه؟ هي إجابة السؤال؟ تاني السؤالة هو الكيس ده يمنع حمل؟ هذا سؤال يجاب عليه بقى يمنع حمل؟ لا ما يمنعش تمام؟ يعني حضرتك بس أنا عاد أسمع حضرتك من التلفاؤق من التلفزيون بس حضرتك تسمع أنا حقول لحضرتك إيه؟ هو قال لي أنه هو جايز يمنع وجايز ما نمنعش أحنا حننتظر ستة شهور لو بعد ستة شهور ما حصلش حمل حنشيله وهو كيس مية وحجمه خمسة فونتو مع النوبية باليمين أنا بس أريد أن أتفيد من حضرتك هو يمنع حمل فيما بعد وأشيله ولا ما شيلوش؟ الإجابة لا الإجابة لا يمنع حضرتك نستني أنه أنا أقول ما شيلوش عايز أتخذي التصريح ده مني أنا فاهم اتصالك ليه؟ أنا اتصلت بالدكتور في التلفزيون وقال لي ما تشيلهوش أنت متصلة عشان كده تاهم؟ لكن أنا مش هقول ده أنا هجاوب على سؤال حضرتك الكيس ده يمنع حمل؟ الإجابة لا لا يمنع حمل تاهم؟ يعني هو ما يمنعش حمل أيوة لكن إذا فضل لازم إيه؟ لكن إذا فضل نشيلو يبقى أنا قلت خلي بالك أن أنا نهيت لاتصال بكلمة إيه؟ آخر كلمة قلتها لحضرتك كلمة إيه؟ نشيلو عشان حضرتك كنت متصلة بيه عشان تسمعي كلمة إيه؟ ما تشيلهوش طب يعني هو حضرتك لو منع الحمل حبق أشيلو لا أنا ما قلتش أنه يمنع أنا ما قلتش أنه يمنع أنا قلت أنه لا يمنع حمل لو كيس مية لا يمنع حمل بس ما قلتش ما تشيلهوش عشيلو لا يا دكتور عشان حجمه كبير يا دكتور وعشان وجوده يا دكتور يؤثر على الأنابيب ويضغط عليهم وعشان وجوده يا دكتور يمنعنا من أن ناخد أي علاجات بحثا عن الحمل وعشان وجوده يا دكتور عرضا لأن يحصل فيه التواء أو انفجار أو نزيف داخله أو التهاب وهذه مشاكل إذا حصلت ستستدعي جراحة بفتح بطن عاجلة لاستقصال المبيض كاملا عرفت ليه بقى حشيلو يا دكتور طب حضرتك بس أشيلو دلوقتي قبل ما يخصى الحمل معرفش لأن ده يحكم عليه من رآه هل ده كيس على المبيض ولا كيس جار المبيض وهو ما قال لي كيش وأنا لا أستطيع أن أعرف ونقل كلامه لي لا يفيد فالوحيد الذي يفيد حضرتك هو من رآه بعينه بالصنار وليس أنا بالتلفزيون طب هو قال لي جار المبيض قال لي طب فيه دكتورة تاني أطلع ثانية واحدة بقى مطلعش كيس على المبيض بعد شوية هو تتغير الكلام وطلع كيس جار المبيض تمام؟ وأنا أجاوب حضرتك بناءا على المعلومات اللي أنت بتعدليها كل شوية أصلا أنا يعني يا ما تعاملت مع عينين فأنا فاهم المغزى من اتصالك أنا عارف حضرتك متصلة عشان أقول لحضرتك بعيل وصوتي كده ما تشلهوش فتقوم حضرتك مسجلة المقطع ده وتقول لي الدكتور اللي في التلفزيون عشان تقول ليه تخصص مناظير زيك تمام؟ الدكتور بقى بتاع التلفزيون قال ما تشلهوش لا أنا ما قلتش كده الكيس جار المبيض حجمه فوق ثلاثة سنتي هو حجم كبير وكلمة جار المبيض يعني تحته تحت الأنبوبة والكيس جار المبيض اللي حجمه فوق ثلاثة سنتي بيعمل ستريتش بيشد الأنبوبة وقد يؤثر على كفائتها طب ما أنا ممكن أحمل الأنبوبة التانية أيها بس يا عالم الأنبوبة التانية برضو أخبارها إيه لكن بقى عندنا ليجن مرض واضح يؤثر على الأنبوبة وكفائتها وبالتالي كيس المية سواء على المبيض أو جار المبيض لا يمنح حمل مشكلة كيس جار المبيض بقى إيه إنك لا تملك علاجة الدهول ويروح الكيس اللي على المبيض لما ندي أدوية وأدوية هرمونية قد يستجيب ويروح أما الكيس جار المبيض فلا يستجيب لعلاجات وبالتالي الكيس جار المبيض لما يبقى حجمه كبير رغما إنه هو مش مانع حمل لكن لما بحجمه كبير يفضل إزالته لأنه عرضة لنفس المشاكل اللي أنا قلتها اللي هي الالتواء أو الانفجار أو 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 و و بيعمل ستريتش ويشد الأنبوبة حضرتك كنت حتكملي تقولي ورحت الدكتورة عشان تقوليه للدكتورة رأيت لي ولا يهمك ويسيبي وطنشيه لأنها مش تخصصها مناظير وبالتالي بدل ما حتقول لحضرتك ده اللي يشيله دكتور فلان اللي قدرته كذا هتقول لك لا 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 ده أنا اللي خايف عليك ده أنا مش عايزك تشيليه اوعي تيجي ناحيته تمام لأن حضرتك لو هي قالت شيليه هتقول لها شيليهولي هتجاوب تقول نقط 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 وبالتالي هي مش عايزة الحديث يروح إلى هذه اللي ابتجاه تمام دي شغلتي وأنا عارفها تماما من ساعة ما حضرتك اتصلتي الغرض من الاتصال إيه الغرض أن تحصلي على كلمة ما تشيليهوش وأنا ما قلتش الكلمة دي السؤال اللي حضرتك سألتيه أنا جوبت عليه السؤال اللي سألتيه كيس مية دا يمنا حمل ما حصلتيش على إجابة فما قلتك إذا فضل ما حصلش حمل ستة شهور دي بقى نشيله كيس المية دا يمنا حمل لكن الكيس جار المبيض يترك ولا يعالج إذا كان حجمه صغير كيس بتاع حضرتك افتقد كلمة إذا دي افتقد الفريز الأخرانية الجملة الأخيرة وبالتالي من رأاه يجب أن يقرر قرار عاجل وحاسم في هذا الكيس ويكون عنده القدرة على التعامل معه تعامل صحيح كيس جار المبيض لا يمنا حمل كيس دا لا يترك معنا اتصلت لفوني آخر السلام عليكم دكتور عادل وعليكم السلام يا فن أهلا بحضرتك أهلا بيك والله أنا مليش أي استثار ولا ليه أي سؤال في أي حاجة خالص خالص غير أن أنا بس والله بشكر حضرتك جدا 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 يعني أنا بشكر ربنا أولا والله حاجتك سعلا سعلا يعني فدي من عند ربنا لنا حاجتك نعم نعم ربنا عليها لا العفو يا فندم العفو علمك أمانتك ضميرك يعني حرسك على المرضات ربنا يا رب يبارك في عمرك يا رب وفي علمك وفي أولادك إحنا فعلا زي ما قلت حاجتك إحنا محظوظات والله حضرتك وربنا يا رب يخليك لنا يا رب ويبارك في عمرك يا رب متشكر لحضرتك نادرا ما بس مع دمنا المصريات بس مع دمنا للجزائريات متشكر لحضرتك جدا أنت فوق راسي ربنا يبارك لك يا رب دكتور عادل أنا من صغيرة أنا مريت بتجارب كتير مع دكترة كتير أنا ما لقيتش حد أبداً في علم وأخلاق وأدب وضمير حضرتك وحرص حضرتك على المريضات أكتر من نفسهم يعني فعلاً ربنا يبارك لك يا ربي جزيك كل خير يا رب يا رب اللهم أمين ويبارك في أولادك يا رب اللهم أمين يا دكتور عادي أمين شكر لحضرتك جداً شكر لحضرتك جداً والله يعني كلامك لمس قلبي البرنامج ده ابتدى من سنين كنا بنطنع لقول كده لازم حضرتك تعملي تحليل كنا بنحارب ضد الاتجاه بس كنا كنا ضد الطيار بس بنقول كلام العلمي تعم الحمد لله بعد سنين ملقناش ستة عندها تأخر حملة بتروح قال لما دكتور يطلب منها تحليل بقيت إن عدم طلب ده بقى الاستثناء لما كنت بظهر في البرنامج ده وأقول مفيش حاجة كل واحدة كانت تتصل أصلا أنا سقطت وكان عندي فيرس فيرس القطط وقعد أقول وما فيش حاجة اسمها كده والكلام ده تلغى من الطب والكلام ده لا يوصف والدكاترة نفسهم اللي بيطلبوا التحليل دي هم نفسهم في الامتحانات ما بيقولوش الكلام ده تمام لكن برضو حاربنا ضد ده وكانت أحيانا بيجي لي إحساس كده إنه مفيش فايدة وابقى خارج من الحلقة محبط تماما بحاول أنشر ده لكن الحمد لله في أثر ولو بسيط وفي تغيير ولو طفيف وده اللي أنا حريص عليه ده اللي أنا بعمله في البرنامج في عياتي أنا طبيب وارد مني الخطأ ووارد الصواب وارد إن ننجح وارد إن نوفق مع حالة وارد لأ وبنجتهد ونرجو من الله التوفيق ونرجو من الله إنه يديم علينا نعمة الإخلاص في القول والعمل في أشهد الله إن كل ما نقوله هي نصيحة مخلصة لوجه الله تعالى معنا اتصال تليفوني آخر لو فيه أستاذ محمد أنا متشكر لحضرتك جدا فضل يا أستاذ محمد عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام أهلا بك حضرتك يا دكتور أنا ولدتي عندها خمسة واردان سنة أيها فضل يعني ديها في السنين بالضبط تدور في الجيلة كل 15 يوم تمام وبتجي عبرها عن مزيد مزيد جامد كده يا دكتور كتل دم بتنزل مزيد جامد من وجيل حضرتك هو أيها وهي عملت عملية تغيير مفصل من ثلاث سنين فدكتور لو العظام قال لها في حاجة بالفوق يريد تكشيبها عند الدكتور النساء بالعملية يعني وهو بيعمل تغيير المفصل حس ان في حاجة غريبة في الحوض أيها فالدكتور أيها خشفة عند الدكتور دميسل اللي عندنا قالوا ما تش أي حاجة فأيا جالها دورة أخذ دورة 20 عشرة إعرارة عن كتل جن بون جاء كبيرة كده باي بص يا أستاذي بص يا أستاذي هم قالوا ما عندها كيش حاجة بناء على كشف الصنار الصنار الله ده ما فيش أوراملي فيها ده ما فيش كيس على المبيض آه بس فيه تضخم في عضلة الرحم لأن الست دي 40 سنة فيما فوق وولدت أكتر من مرة فحصلها حاجة اسمها أدينومايوز استغدد رحمي أنا بفترضه نمرة 2 أو عندها سمك في بطانة الرحم نمرة 3 الست اللي عمرها 40 سنة فيما فوق بغض النظر عن عندها إيه طالما عندها نزيف شديد هذه السيدة يجب أن يجرى لها عملية كحت وعينة لبطانة الرحم عشان نشوف بطانة الرحم اللي هي بتنزف وقت الدورة فيها مشكل إيه وبناء على المشكل طلع أن فيه أتروفك اندوميتري الست دي محتاجة سابورت بإستروجين طلع أن عندها هيبربليزياign نشاط زايد الهايبربليزيا دي أنواع فيه أنواع منها بتقلب إلى أورام غير حميدة وبنسبة مرتفعة وفيه أنواع بتقلب إلى أورام غير حميدة بنسبة قليلة وفي كل الأحوال لما يطلع عندها هيبربليزيا محتاجين ناخد علاج لفترة ثم نعيد الكحت والعينة وتقييم بطانة الرحم وفيه نوع من الهايبربليزيا دا من النشاط الزايد أول ما نشوف نقول للست لا يستحسن نكتشيل الرحم لأن ده نسبة متحوله إلى أورام غير حميدة نسبة مرتفعة فالستة دي محتاجة تقييم جيد بصنار مهبلي جيد عند طبيب جيد تمام؟ ثم ستحتاج يقينا بغض النظر عن رؤية الصنار إلى عينة كحت وعينة من بطنط الرحم ثم ستحتاج إلى دورة علاجية تستمر ستة شهور فيما فوق وقد تنتهي بأن يحصل عدم استجابة فنستأصل الرحم أو تحصل استجابة وكمان في علاجات أخرى والستة دي ما تتركش كده يعني ما لقناش عندها حاجة ولقنا فيه نشاط زايد من درجة بسيط أو تضخم بسيط في عضلة الرحم وما استجابتش العلاجات الهرمونية بقى فيه حاجة اسمها لولب هرموني المرينة نركب لولب الهرموني ده فبيعمل هو دمور في بطنط الرحم ويقلل كمية دم الدورة ويقلل النزيف ويقلل من احتمالية اللجوء لاستقصال الرحم فيه خطوات كتير تتعمل للستة دي غير إن احنا نطبطب عليها الله ما عندكيش حاجة وينسيبها كل 15 يوم بيجي لها دم ودم جديد والوقتي كتل دم والموضوع عمالية تطور وفي ستة عيني مغيارة مفصل وقعت على فخدها وحركتها محدودة ونزولها للدكاترة بالعافية وبتتسند ويمكن بتاخد أدوية للسيولة عشان ما يحصلش جلطات جايز يعني فده كمان لازم يدرس يعني فيه حاجات كتير تقيم في الستة دي ولا تترك سوى ان يتقال لها يلا انت كويسها وروح وعن بها شباب وولاد كبار ومبقيتش قادرة تخدمهم لازم نراعي الحاجات دي كلها فيه حاجات لاجب أن تأخذ بعين الاعتبار دي مش واحدة عمرها 22 سنة بتجيلها دورة كل 15 يوم صحتها قادرة على ده دي واحدة عمرها 45 سنة عاملة كريبلد عاملة عملية لتغيير مبصل حركتها بقت محدودة ومتأثرة عايزة تخدم بيتها وعيالها عندها أكتر من رجالة هم بسم الله ما شاء الله اللي بيتصل مش قادرة على الكلام ده لا طبعا يا أستاذي فيه خطوات تتعمل وخطوات مهمة وخطوات مطروكة بقالها ثلاث سنين الست بتنزف ان شاء الله ربنا يطمنكم عليها بس طبعا طبعا احنا عندنا مشاكل يعني عندنا مشاكل مش عايز اقولك مشاكل في حالتها فيها مشاكل لوجستية عمال بفكر فيها كده الست دي عشان نعمل لها كحت وعيينة عايزين ننيمها في وضع أمراض نسا ونرفع رجلها ونتني مفصل الفغد اللي معمول فيه عملية الكلام ده هيحتاج إلى معاملة خاصة مش دي الست العادية حتى وضعيتها فوضعية عمليات أمراض نسا وضعية يجب أن تؤخذ بعين لأتبار فلا الموضوع ده ما يتخذش كده ببساطة ان شاء الله بإذن الله نتطمن بس في خطوات تتعمل لعلاج هذه السيدة الطب وجده ليسعد البشر ليخفف آلامهم الطب لا يطيل أعمار الأعمار بيد الله ولا يحدد آجال ولا يحدد مين هتحمل أو مين مش هتحمل خالص كل دي مقدر سلفا وهبات من الله ويقين في الله أنه صاحب القرار أما الطب فوجده ليحسن حياة البشر ويخفف آلامهم ويخفف من مشاكلهم ونكتهد لإحداث ده طبعا وإحنا بنكتهد قد نصيب وقد نخطئ لكن نكتهد نكتهد معنا اتصلت لفوني آخر فضلي يا أسماء أسماء يا أسماء سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك أهلا بك يا دكتور أنا بنتصل يا دكتور أشكرك شكرا خاص لحضرتك يعني ما شاء الله الله أكبر الحمد لله أنت نعم علينا من عند ربنا فهمتنا ونورتنا إزاي يعني بشرح خاصة في الطب للنسة يعني في قصوص أشياء النسة يعني فأنا بنتصلب حضرتك أشكرك أشكرك وبركات الله وفيك ربنا يحبب فيك خلقه وحتى الحصل اللي في الأرض تشكر لحضرتك جدا تشكر لحضرتك جدا يعني آمين يا رب العالمين ولاكي مثله ولاكي مثله تشكر تشكر أشو أنا بقول لحضرتك كده يا دكتور لأني فعلا 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 تعلمت على إيد حضرتك حاجات أشياء كتير يا دكتور يعني حتى لما أروح لأنت أيها دكتور نسة تخصص تاني يعني عندنا سهاج يعني بجيت عند المبادر أناقش وأفهم وأستفسر يعني حتى الأسلوب بتاع الدكتور يعني العيب اللي هو بيكون عنده بيوجد أمخبيت في العلاج فأنا أسأل يصدم أن أنا نقشته في كده بسانة مورت على إيد حضرتك ربنا يبارك يبارك لنا فيك وفي صحتك ويكتر من أمثالك وربنا يجذب كل خير يا دكتور متشكر لحضرتك جدا متشكر لكم جدا يالله يعني أنا عارف حضرتك عشان حد يتصل بالبرنامج بيتكلف قد إيه ويتكفل مشقة قد إيه لأن الاتصال والضغط على البرنامج كتير أنا عارف إن حضرتك تتصل بس عشان تقولي كده ده يعني من حسن أخلاق حضرتك وكلام حضرتك فوق رأسي وتاج على رأسي وقلادة حول عنقي وكلام حضرتكم ده جميل جدا ويبسطني وأرجو أنه يستمر وأنه يكون عند حسن ظنكم وكلام حضرتكم ده هو الوقود اللي يخلي الواحد يبحث ويستمر لأن مهما كان فأنت تحتاج إلى تشجيع لأن الإحباطات بتبقى كثيرة زي ما كنت بحكي كده في بداية حلقات البرنامج ده كانت المشاكل والمضادات والمفاهيم المغلوطة اللي الواحد بيحاول يحاربها قد كده كتير وكنت أحيانا أبقى مذهول من إن كلام وأحيانا حد يقوله وأنا عارف إن الحد ده يعلم الحقيقة والعلم ويقول كلام اللي إحنا بنسميه في الطب كلام السوء يعني الكلام اللي يشغل عيادة ويمشي العينين واللي العينين حبينه فكنت حريس دايما أن أقول اللي يرضي الله واللي موجود في كتاب الطب وليس يرضي العينين آملا أنه يجي فترة ويدركه يعني الغس من السمين والحقيقة من الوهم أنا متشكر لحضرتك جدا 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 كلامك على راسي وأنا بشكرك قدام البشر كلهم كل كلمة حضرتك قلت إيها أنا لمستها جدا وتأثرت بيها متشكر لحضرتك جدا مدام صحر اتفضلي اتفضلي يا صحر صحر معنا ولا الصوت انقطع طيب ناخد فاطمة أهلا حاضر اتفضلي يا فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكت الله سمحتنا أنا ديلي مجوزة من ألفان وطمعاشر حضرتك بس مستنية تسمعي صوتك وصوتي في التلفزيون هديه خالص وبعيدي عنه واسمعيني من التلفون بس وربنا قدرنا يعني نزيل الحزن اللي في صوتك ده متجوزة من ألفان وطناشر وبعدين وبعدين يا دكتور أنا كنت متابعة وعاك سنتين كده عندي فطرة مهاجرة ايو وبعد كده يعني عملت عندك منظر كده ولا حصلش حاملة وبعد كده قلت لعمل حاجة من مجهر ايو وبعد كده عملت لحاجة من مجهر ومنفحش خالص طلعت كم بوايدة يا فاطمة بوايدة واحدة واحدة المخزون كان كام يا فاطمة تحليل المخزون كان كام كان أربعة ونص كده أربعة ونص أربعة صحيح ونص وطلعت بوايدة واحدة بوايدة واحدة بس وانت سينك كم سنة سنة عيني 13 سنة لا هو الكلام كده مش ماشي يعني ان يبقى عندك بطنة مهاجرة وارد تمنع الحمل لسنوات وارد لا تكتشف اللي بمنظار وارد خدنا عليك بعد المنظار ولم يحدث حمل وارد ده خمسين في المية فقط بيحمله بعد المنظار للأسف الشديد لكن ان بالمعطيات دي ان سن 23 سنة والمخزون أربعة ونص وطلع بوايدة واحدة ولا تقصدي في الآخر بقى فيه جنين واحد لا هو في الآخر هو أنا يا مجيزة حس أحد يعني المهم جيت أشوف تولحت كان بوايدة بعد المنشطات غفيدة فهم قالوا لي قالوا لي بس هو في بوايدة واحدة انت هتعملي يعني هتكمل حج المشهر بالبوايدة ولا مش هتكمل فأنا بقيت لغرص هي المسارج واحدة لا هو طبعا هم بيخيروك يوليهم كل الحق لان النسب حدوث الحاملة هتبقى قلقوا ليه لا ببوايدة واحدة فس حضرتك بقى ما أعطيش بعد ما فشلت المحاولة واتنقشتي معاهم هو أنا ليه طلعت بوايدة واحدة إن المعطيات بتاعتي كلها كويس أنا سني 23 سنة أنا كنت بأخذ تنشيط في عيادة الدكتور كنت بطلع بوايدتين بتلاتة وهو تحليل الإيتيوب بتاعي اهو كان وقتها بطلع بوايدات كويسة وأنا جايلكو قلتولي التحليل كويسة وعملتولي تحليل المخزون طلع كويس وقالت بقى إن ما طلعش بوايدات بس قلولي المشكلة فين أنا ليه ما طلعتش عدد بوايدات كفاية ومتناسب مع سني وحالتي ومخزوني هو مفيش حاجة اسمها خراك في الرحم ومفيش حاجة اسمها دكتور متخصص في البطانة المهاجرة أنا أعلم حضرتك تأصد مين هذا وهم أنا مقصودش أنا أقصد مفيش حاجة اسمها متخصص في البطانة المهاجرة المهم يعني المهم فعملني المنزار فعملني المنزار وبعد كده عملته وبرضه جاني من الشيطات وبرضه ما حصلش حال ايه يا فندم هو ايه تكرار عمل منزار المنزار دوره إنه يشخص في ايه عملنا المنزار أول مرة وشخصنا فيه بطانة مهاجرة من الدرجة واحد أو اتنين تكرار المنزار مش حيفيد هو حضرتك الوقت بعد المنزار أعلى فرص تحدوث الحمل ستة شهور لسنة بعد المنزار إذا ما حصلش الأوجب هو اللجوء للحقن المهاجر تكرار المنزار مفيش منه ضرر زي ما حضرتك هو أعيش أو أعدى وما حصلش مشكلة لكنه غير مجدي مفيش بقى جدوى فيه فيه نقطة تانية كمان أنت عمرك تلاتة وعشرين سنة ومتزوجة بقالك سبع سنين يعني جوزوك عمرك ستتاشر سنة يعني أنه يجب تلاتة عملية في الآخر يعني تكرار محاولة الحقن إن شاء الله في مركز كويس وتجبلهم تقرير من المركز اللي قبل كده بنوع المنشطات اللي خدتيها وجرعتها عشان يشوفوا أن المنشطات دي اسمها وجرعتها رغم أنهم يكونوا كويسين جدا مش متناسب مع حالتك خلى المبيض ما يطلعش عدد كويس من البوايضات فيغيروا نوعية المنشطات وتكرار محاولة الحقن إن شاء الله ربنا يكرمك لو سمحت يعني هو الوزن برده ما يفرج ولا كده مش سامع زيادة الوزن برده ما تفرج يا دكتور فهو حضرتك التحليل بتاع مخزون المبيض اللي انت قلتيه ده تحليل بتاع مريضة عم بها تكيس مبايد وبالتالي تكيس المبايد زيادة الوزن شيء مؤثر فيه جدا وفقد الوزن شيء مهام جدا عشان المبيض يطلع بوايضات كويسة التحليل اللي انت بتقول يه بيقول كده أيوه ده شيء جميل بس لما يبقى حضرتك عندك تكيس مبايد الناس اللي عندهم تكيس مبايد وبطنموا هجرة المشكلة إن المراكز تحت الحقن المجهري بتخاف تديهم جرعات عالية من التنشيط ليحصل لهم فرط تنشيط أو تنشيط زايد وبالتالي مريضات تكيس المبايد تديهم جرعة قليلة يقوموا يطلعوا عدد قليل من البيضات وسيئة النوع زي اللي حضرك بتحكيه طب ندي جرعة أعلى أو أعلى جايز يخش في فرط تنشيط عشان كده المخاطرة لازم تبقى محسوبة فحضرتك عندك مشكلتين مش مشكل واحد عندي تكيس مبايد ومن درجة متوسطة ووزن زايد اتنين عندي بطنة مهاجرة وبالتالي فيه هنا عاملين مش عامل واحد والاثنين يجب أن يؤخذوا بعين لأتبار يعني بكتوري أنا أنا أسكت على كده لا محدش قال تسكتي على كده هناك أمل أن يحصل حمل ويحصل حمل طبيعي قادر على كل شيء ولا يعترف بالأرقام اللي احنا بنقولها في الآخر الحمل يهب من الله حضرتك عندك سن صغير مخزون جيد من البويضات أنابيب كويسة عندك كل المعطيات اللي تخليك تحملي سواء طبيعي لكن فيه معوق للحمل الطبيعي والبطنة المهاجرة اللي مرض بيقل للفرص لكن الأعلى في حالة حضرتك هو اللجوء للحقن المجهري وارد يحصل حمل طبيعي في أي لحظة وارد أن نعمل حقن المجهري ولا ينجح وارد أن نعمل حقن المجهري وينجح كل التبديل دي والتوافيق دي والاحتمالات دي واردة في حالة حضرتك لكن عليك تكرار المحاولة المشكلة أن حد يقول لحضرتك كراري المنزار تاني وفيه خراج في الرحل ما فيش حاجة اسمها كده تمام وتكرار المنزار ما فيش منه ضرر بس ما فيش فايدة خلاص هو كان المنزار الأول يشخص المشكل إيه شخصناه وكوينا النقاط الدموية دي فتحنا شباك إن يحصل حمل لمدة شهر إذا ما حصلش حمل الأفضل هو اللجوء للحقن المجهري وحضرتك شفتي كده إن لما تكرر المنزار إيه اللي حصل عملوا نفس السيناريو قالوا لك طب خدي علاج طب بعد علاج ما حصلش حمل طب عملي حقن المجهري طب يا جماعة أنا كنت تكررته لكن ما فيش ضرر من الخطوة دي لكن ما فيش حاجة اسمها تخصصه بطانا مهاجرة وهو بتاع البطانا المهاجرة وهو اللي كاتب بطانا مهاجرة ما فيش حاجة اسمها كده نمرة 2 إن عمل منزار وتكراره ما فيش منه أي ضرر لكن ما كانش فيه منه فايدة لكن حضرتك عملت منزار مكلف بتكلفة الحقن المجهري للأسف الشديد أنا عارف ثم في النهاية الوارد إن يحصل حمله وارد لأه لكن في النهاية الأفضل والأجدى والأبدى في حالة حضرتك وتكرار محاولة الحقن المجهري وإن شاء الله ربنا يعطيكي لأن مرض البطانا المهاجرة ما زال فيه أماكن غامضة الطب لم يكتشفها وبالتالي ما بنقدرش نوفر للسيدات فرص عالية لحدوث الحمل أو إن كلهم يحملوا لكن يظل الطب والاجتهاد ومحاولة علاج هذا المرض كنا من سنين ما عندناش تصور له زي دلوقتي كل مرة بنطور أحسن وكل سنة أكتر لكن يظل ما زال فيه مناطق غامضة ولا يعلمها إلا الله والله قادر على كل شيء وياهب حضرتك بإذن الله تعالى من خزائنه التي لا تنفس فقدرة الله وقوته وقدرته ومشيئته تتخطى البطانا المهاجرة والمناظير والحقن المجهاري وتأخر الحمل وأطباء تأخر الحمل وطب وعلم وطب الأطباء فالحمل هب من الله يهبه لمن يشاء وقت ما يشاء كيفما يشاء قدرته تعدد قدرته وحدود البشر بإذن الله تعالى وكتب على نفسه أنه يهب لمن يشاء فبإذن الله تكون مشيئة الله معك بإذن الله تعالى ندعو لك بظاهر الغيب وكل المشاهدة تدعو لك أن ربنا يعطيك وينفذ قدرته فيك ويرين فيك قدرته ويحصل حمل يا رب وطبيعي يا رب في أقرب وقت تعالى إنه سميع مجيب بقدرته تعالى بإذن الله تعالى كل سيدات وكل آنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولسيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل بينا بشت خير